أطلق علماء ومفكرون وشخصيات دينية عربية ودويلية مبادرة عالمية للعمل على حماية المصلين ودور العبادة وأكد الموقعون على المبادرة التي دعا إليها سمو الأمير الحسن بن طلال رفضا كل أشكال التطرف والكراهية والدعوة إلى حوار يعزز الوعي الفكري والإنساني كما دعت المبادرة العلماء لحث الناس على رفض الممارسات العنيفة بحق الكرامة الإنسانية حيث أن خطاب الكراهية يؤدي إلى إساءة استخدام الأديان والاعتداء على المصلين ودور العبادة بصورة وحشية